إنشاء المدن العمالية هو الحل الأمثل يقول التغرير للقضاء على العشوائية وأنهاء وجود العزاب في السكن يلابد من إنشاء المدن العمالية يذكر السيد عمر الناصر حلول ومقترحات جدا مميزة يقول التغرير عرض الناصر عددا من الحلول والمقترحات المعنية بمساكن العمال أبرزها واحد تقسيم هلافئات بمعنى وضع التعريف لمساكن أو مدن العمال رقم اثنين تحديد وجرد الأراضي التي تصلح أن يتم تخصيصها كمساكن العمال رقم ثلاثة إشراك الغطاع الخاص وذلك عن طريق بيع الأراضي الغطاع الخاص ويسقون بدوره ببنائها خلال فترة زمنية قياسية مقارنة بأداء الحكومة المتواضع كما حدث في العقيلة والمنقف وغيرها رقم أربعة تعريف وتحديد جذور المشكلة ووضع الحلول العملية المنطقية من دون تنذير رغم خمسة تحديد الجهات المسؤولة أن حل هذه المعضلة والمشاكل النقطة الأخيرة دور هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع عين العام والخاص يجب أن يكون أكبر من مجرد طرح مدن اسكانية نعتقد أن حلول ومقترحات سيد عمر الناصر في أصابت في المكان الصحيح ضرورة إنشاء مدن عمالية اليوم نتكلم إحنا في أزمة كورونا وشوفنا المشكلة شلو انتفاق متأساسا بخصوص العزاب وغيرها والعمال وغيرها المناطق ضجت من العمال بسبب سوء إدارة من الدولة